علاء الدين الخرسان سؤال قام يحوس بقلبي شون نظرتك عن عمر بن خطاب صحابي جليل من أوائل ناس إسلاما وخليفة يعني قدر الإمكان كان يحاول أن يكون عادل وأيضا على علاقة طيبة جدا مع أهل البيت والإمام علي عليه السلام وأنا أكاد أقول عمر بن خطاب كان شيعيا لأن ولاته كلهم شيعة شيعة الإمام علي اللي يعتبروهم المقداد وعمار وسلمان الفارسي وكلهم اللي يعتبرهم الجيل الأول من الشيعة هم كانوا ولاة أمر بن خطاب فأول الخطاب كان على علاقة طيبة رضي الله عنه علاقة طيبة مع أهل البيت ومع الإمام علي وتزوج بنتي الإمام علي لماذا هو طالب الزواج حتى يتقرب من أهل البيت يتقرب عن البيت ويتشرف بهم أكثر هذا الخلاف المفتعل لناس الغلات يختلقون خلافات لماذا كان يقول لعب كان الله لمعظلة ليس لها أبو الحسن شايف شلون التصريح لعب كان الله لمعظلة يعني مم علي كان مستشارة وكان مساعدة وكان مؤيد إلا ونحن نجاوز هذه الخلافات الوهمية التاريخية حتى نعيش بمحبة ومودة وإخاء مع بقية المسلمين عندما نجي نختلق عدوات ومشاكل راح نخلق عداوة نفسنا نخلق عداوة نفسنا ونقلب الآخرين علينا ونسوي لنا مشاكل في حياتنا ونسوي فتن يقول علي عبد الامير يعني لا لا توجد معلومة تاريخية تبين أسباب وفاة فاتمة الزراع عليه السلام يا أخي الكريم توفيت بوفاة طبيعية وما يقال أنه أمر بخطاب حجم على دارها وأحرق بابها وعصرها بين الباب واسمار كان بالباب ما ديش طولاته طبب ضلعها وكسر ضلعها وسقب تنينها وماتت شهيدة هذا كله حكي أساطير أساطير في أساطير وأنا عندي بحث مفصل يمكن تكتب أنت أحمد الكاتل أسطورة أو قتل أمر اللي فاطمة الزراع بالجوجل أو بيوتيوب وطلع لك البحث وتطلع لك المحاضرة مفصلة وألقيتها في تلفزيون قبل عشر سنين تقريباً التلفزيون الحوار أنا درست النظرية من كلمة يعني في القرن الثاني واحد قالها في القرن الثاني وما لأثر حتى الكافي ما موجود هذا الكلام فيه الكافي يجمعها في بداية القرن الرابع لا يوجد حديث عن هذا الموضوع وطورت الحكاية بدوافع سياسية وواحد نقل عن واحد وواحد بعد مئة سنة بعد مئتين سنة عن كاتب آخر وتصارت تأجوا العهد الصفوي يكبروها بعد أكثر والآن مع الأسف الشديد تيار الصفوي المغالي يركز على هذه المسألة حتى يبث الخلاف والفرقة بين المسلمين ويضر الشيعة أكثر ما ينفعهم وما نحتاج أن نتوقف عندها المسائل التاريخية لأن لا تخص العقيدة ولا تخص الدين ولا تخص هذه مسائل حتى لو كان أي شيء حادث بالتاريخ فأمرهم إلى الله تلك أمتهم قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت إحنا ليش نجي نختلق أدوات وأوهام ومعارك ومشاكل وبعدين نعيش عليها وننسى واقعنا وننسى حاضرنا ونقسم أمتنا ونظر نصارع ونصب الزيت على النار والسلام عليكم